موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها ابرز واهم ما تناولته الصحف العربية والمواقع الاخبارية لهذا اليوم نبدأها بالعنوين مصلحون يستولون على مبنى وارضية اتحاد الادباء في عدن ابن يعتذر لابنائه بعد عجزه عن توفير ملابس جديدة لهم صحيفة عربية تقول ان الازمة في الخليج اثرت على الحرب في اليمن واخيرا ملك المغرب يعاقب وزراءه بالحرمان من الاجازة السنوية اهلا بكم العيد الخامس وما زال خلف القطبان لا يمكن لهذا العنوان الوارد في موقع يمن مونيتر ان يختزل المعاناة التي يعيشها الصحفيون المعتقلون لدى ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح لانها اكبر من مجرد عنوان لكثير من الاسر وقال الموقع يتقاسب الصحفيون المعتقلون الالم مع اسرهم من خلف الحواجز والقطبان فبينما تغيب الشمس وتختفي وجوه الاحبى عنهم داخل اقبية السجون الحوثية لا يتورع الجلاد عن ممارسة غواية الانتقام على اجسادهم وتحطيم امالهم ووفقا ليمن مونتر من بين واحد وعشرين صحفيا مختطفا يقبع عشرة صحفيون في قطعة ارض لا تتجوز مساحتها بضع مترات مبنية باربعة جدران وسقف فاطمة حميد شقيقة الصحفي حارث حميد تتساءل في حديث ليمن مونتر اي حال عدت به لنا يا عيد مرت علينا اربعة مواسم عيدية بحزنها الثقيل ولا يزال حارث في السجون يقضي رمضان والعيد بعيدا عن والدتي ووالدي الذي لا تفارق الدموع عيناهما يتحدث موقع المشاهد نت عن احد الاباء العاملين في مجال التربية والتعليم والذي لم يستطع تلبية طلب اطفاله في توفير ثياب جديدة للعيد قال الموقع ان الاباء قدم اعتذارا لاطفاله الاربعة عن عدم قدرته شراء ملابس جديدة هذا العام يضيف الموقع امثال هذا الاب كثيرون تجمعهم معاناة واحدة وعاصمة واحدة وشعور واحد شعور بالوجع والقهر والحرمان الناتج عن الحرب وعن القطاع المرتبات التي تعتبر اساس ومصدر حياة وبقاء مئات الالاف من اليمنيين الذين يجدون انفسهم يوما بعد اخر امام واقع مر وصعب وفي غاية التعقيد وفي حديثه للمشاهد عن العيد وعن طبيعة استقباله هذا العام في ظل ما يجري يقول احد المواطنين العيد هذا العام كان ضيفا ثقيلا على معظم الاسر خصوصا في ظل تدهور الاوضاع وانقطاع الرواتب كان للحركة الموسوعية دور كبير واثر بالغ في الحياة الثقافية والعلمية للشعوب ونهضتها لا سيما في اوروبا حيث ظهرت هذه الحركة في اشكالها المتعاقبة حتى بلغت الرقي واسهمت على نحو ظاهر ومباشر وعميق في نشر شتى صنوف المعرفة على اسس منهجية سليمة هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونتر متحدثا عن واحدة من اهم جهود التنوير مضيفا صارت بعض الموسوعات الصادرة تنقش معالم والضاء في وعي ووجدان المثقف والباحث والدارس وحتى غير المتخصص ولعل اشهرها الموسوعة البريطانية ثم الموسوعة الامريكية عدى الموسوعات التخصصية كالموسوعة العلمية والموسوعة السياسية او الاقتصادية او الفلسفية او التقنية او القانونية وغيرها وحين عرفت الساحة الثقافية والعلمية العربية بواكير هذه العملية تأثرت بها على نحو ايجابي وغفزت بها عدة حقب من الوعي المنهاجي وفي اليمن ظللنا نفتقر الى كل اساس في هذه الحركة الثقافية النوعية حتى العام الف وتسمائة واثنين وتسعين حين اقدمت مؤسسة العفيف الثقافية ومؤسسها الفاضل الراحل احمد جابر عفيف على تحرير واصدار اول موسوعة يمنية وبرغم اي مآخذ على هذا العمل الثقافي النوعي او اي نواقص وجدت وشوائب عالقت يظل شمعة وهاجة ووحيدة في ذلك الركن المظلم من البيت الثقافي اليمني غير ان حلم المثقف اليمني يتجاوز حدود هذا العمل الريادي فهو يدرك ان ثمة مئات ان لم يكن الاف المواد في شتى العناوين والفروع والحقول غائبة عن الموسوعة اليمنية المتوافرة اليوم والحق ان مهمة كهذه لن تستطيع اي مؤسسة خاصة الاطلاع بتمويلها وحدها مهما كانت مقدراتها ولهذا يجدر بالدولة ان تطلع بها مجندة لانجازها فريقا من خيرة الاختصاصيين في شتى صنوف العلوم والاداب والفنون وغيرها من الشؤون المتصلة باليمن ماضيا وحاضرا موقع الاشتراك نت عنوان في صفحته الرئيسية حول العيد في احدى مناطق المواجهات مع ميليشيا الحوثي وعنوان عيد مثقل بالميليشيات والمآثي على مديريات بيحان بشبوة قال الموقع مرت اول ايام عيد الفطر المبارك على مديريات بيحان بمحافظة شبوة مثقلة بوضع انساني غاية في الصعوبة والتعقيد كغيرها من مناطق البلاد فمنذ ان اشتاحت ميليشيات الانقلاب مناطق مديرية بيحان تفاقم الوضع الانساني حتى وصل الى حافة الانهيار نقص حاد في الخدمات وانعدامها في معظم الاحيان لا رعاية صحية ولا تعليم ولا سلع غذائية متوفرة كل هذا وسط استمرار للقتال الدامي والحصار المطبق على كافة المديريات في بيحان العليا والسفلاء وعسيلان مع تفاقم هذا الوضع وازدياد مأساويته اضطرت عشرات الاسر الى النزوح من بعض مناطق المواجهات في مديريات بيحان بحثا عن اماكن اكثر امنا وهربا من القصف وحملات الاختطاف لكنها واجهت واقعا اكثر مرارا منذ يومين وجه رئيس فرع اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين في عدن دعوة للحكومة بعمل ترميم واعادة تأهيل للمقر لكنه تفاجأ بعد توجيهه تلك الدعوة الى الحكومة بمجموعة مسلحة تحتل المقر وتبدأ البناء عليه وقد تابعت المواقع الاخبارية في عدن تطورات ما حدث وعنونا موقع عدن الغد الارياني لم نتهم قيادة المقاومة في خور مكسر بالوقوف خلف عملية البسط على مقر الاتحاد ونفى السكرتير الثقافي لاتحاد الادباء بعدا صحة انباء صحفية زعمت ان الاتحاد اتهم مقاومة خور مكسر بالوقوف خلف عملية البسط على مقر الاتحاد وقال عمر الارياني في تصريح لصحيفة عدن الغد ان الاتحاد لم يصدر اي بيان بهذا الخصوص وانه يدافع عن حقه في استرداد مقره واضف قائلا غير صحيح ما يروج له او يروج له ان قيادة الاتحاد قد اتهمت المقاومة الجنوبية في خور مكسر بالبلطجة ولم يصدر بيان او تصريح رسمي للاتحاد وتابع موقع عدن الغد استولى المسلحون على مقر الاتحاد بخور مكسر رغم تهدمه خلال الحرب وبدأوا بعمليات بناء في محيط المقر الواقعي بساحل ابيان عن تجربته في سجون ميليشيا الحوث والمخلوع صالح يكتب الدكتور عبدالقادر الجنيد الذي تمكن من الخروج منها قبل اشهر متذكرا للانتقالات المريرة بين الزنازين ويقول في مقتطفات نشرها موقع المصدر اونلاين كانت الليلة الثانية في اول زنزانة في سجن الامن القومي في صرف صنعة كنا ثمانية اشخاص مرصوصين مثل سمك السردين داخل العلبة في زنزانة واحدة ثلاثة تجار ذهب من حريب وثلاثة صرافين من دبع وبلسان من سكان صنعاء القديمة الذي يعمل حارسا في دكان الصرافين وانا قبض الامن القومي على اصحاب حريب وهم يرصون 170 مليون ريالا قيمة سبائك ذهب احضروها من السعودية عبر الصحراء وباعها لاصحاب دبع والظلام دامس وفجأة حدثت ضجة فتح الباب الحديدي وصوت امر بان يخرج اثنان من الزنزانة لتخفيف الزحام تقديري ان الوقت كان في الساعة الثانية بعد منتصف الليل اشتغل عقلي بسرعة بانه من المؤكد باني يجب ان اترك الزنزانة فتجار الذهب هم من اسرة واحدة وكذلك اصحاب دبع ولا يمكن الا ان يبقوا معا قيد الحارس يداي وعصب عيناي وحملت الفراش والبطانية ومشيت وانا اتعثر واتردد والحارس يحثني على اسراء الخطى وصلت في الظلام الى غرفة ضيقة هل هي زنزانة انفرادية ام يمكن ان تتسع لفراش اخر غدوء وسكون وظلام وشيء من الخوف والوقت لا يمر ثم جاءت اصوات من الممر هذا اليوم السابع منذ اختطافي ولم اغتسل او ابدل ثيابي فيه كان هناك القليل من صابون الدقيق الخاص بغسل صحون الطعام بعد كل وجبة في تلك المساحة المحسوبة علينا حماما غسلت كل جسمي بالماء والصابون الدقيق ثم غسلت لباسي وفي المساء جاء الحراس وقيدوني وعصب عيناي وحملت فراشي وبطانيتي ومشيت بها متعثرا الى زنزانة الثالثة والى مآس اخرى واحزان مظلومين اخرين الى محافظة ابد حيث عنوان موقع سبتمبر نت حول جزء مما يحدث هناك الميليشيا تختطف عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم في اب قال الموقع اختطفت الميليشيا الانقلابية في مديرية ريف اب وسط البلاد عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم واقتدتهم الى جهة مجهولة مصادر قالت لسبتمبر نت ان الميليشيا اقتحمت منازل شائف الزائدي وصالح الغزالي واسامة الرعوي واخرين في منطقة الميدان في مديرية ريف اب وبعد اقتحام المنازل اختطفت الميليشيا شائف الزائدي شقيق مجاهد الزائدي والذي كانت صفته جسديا العام الماضي تحت التعذيب في احد سجونها باب كما اختطفت اسامة وابراهيم الرعوي وصالح وجلال الغزالي وعدد اخرين وقبل قراءة اهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب الى فاصل قصير ابقوا معنا اهلا بكم من جديد ما زلنا في اجواء العيد في اليوم الثاني له صحيفة العرب الجديد قالت يمر عيد الفطر ثقيلا على اليمنيين والسوريين في ظل اجتداد الحرب في البلدين وانتشار الامراض وخاصة الكوليرا التي تحصد ارواح مئات اليمنيين وبالرغم من المعاناة الكبيرة لم تسرق الحرب نزعة المواطنين للفرح اذ حاول بعضهم الحصول على مقتنيات العيد وحلوياته بحسب القدرات المتاحة ولو ان محاولاتهم اصطدمت بارتفاع كبير في الاسعار في الاسواق المحلية وفي سوريا تفاوتت الاحتفالات بالعيد بين المناطق منها ما يعاني القصف والانفجارات والموت ومنها ما يزال قادرا على الاحتفال ولو بالحد الادنى اما في اليمن وللعام الثالث على التوالي حل عيد الفطر في ظل تدهور الاوضاع الانسانية الا ان غالبية السكان كانوا حريصين على الاحتفاء بالعيد تحت قاعدة ان العيد لمن استطاع اليه سبيلا وعلى الرغم من كل الظروف السودوية والتي فاقم التفشي وباء الكوليرا الا ان اليمنيين حارصوا على استغلال عيد الفطر لاقتناص لحظة فرح هم في امس الحاجة اليها وبدت الاسواق مقتضة بالمتسوقين صحيفة القدس العرب عنونت في احد تقاريرها عن اليمن انصداد الافق امام اي تحرك لانهاء الحرب قالت الصحيفة تصاعد حدة الازمات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل رأس الحرب في قوات التحالف العربي لدعم السلطة الشرعية في اليمن خلقا سدادا في الافق على المدى القريب على الاقل امام اي تحرك لحل الازمة اليمنية وانهاء الحرب هناك وشعر اليمنيون انهم واقعوا في نفق مصدود بشأن ذلك واكد عدد من السياسيين ان الازمة الراهنة بين الدول الخليجية قسم الظهر اليمنيين اكثر من الخليجيين لان تأثيرها على الصعيد الخليجي يعتبر سياسيا بينما على الصعيد اليمني انسانيا بسبب الحرب والذي زادت الازمة الخليجية زادته تعقيدا وتأزما واشاروا للقدس الى انه منذ اندلاع الازمة الخليجية بين الدول المكونة لقوات التحالف العربي نسي العالم الحرب في اليمن واتجهت موصلة الاعلام العربي والدولي نحو الازمة الخليجية الحوار او الدمار تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان جليون مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا كانت النظم الحاكمة التي استمرأت الانفراد بالسلطة والاستفراد بموارد البلاد مصرة على ترسيخ الانقسام العمودي بين اسلاميين وعلمانيين كي تبقى الحرب العقائدية مشتعلة وتحول دون بروز او تشكل اي قطب شعبي يهدد وجودها وقد عملت كل ما تستطيع من اجل وعد الحوار وراهنت في كل النظم العربية على الحرب ليس للقضاء على قوة الاحتجاج الاجتماعي فحسب وانما لتقسيم الشعب وشرذمته وكسر ارادته ايضا ووضع اي تغيير محتمل في طريق مسدود وهذا ما حصل بالفعل وما تحول الى استراتيجية نموذجية في سعي النظم العربية الى اجهاض الحركة الديمقراطية حتى لو كان الثمن توطن بؤر الصراع والحرب في مجتمعاتنا للأسف انحزموا ثقفون الديمقراطيون او كان من المفروض ان يكونوا كذلك للحرب على حساب الحوار وراهنوا على قبضة النظم الاستبدادية القوية بغرض التخلص من خصومهم ومنفسهم السياسيين والاديولوجيين واعتقدوا ان النظم الاستبدادية سوف تتعاون معهم فيما بعد من اجل الاصلاح وربما تكون لديهم فرصة للحلول محلها بعد تطهير المسرح من الاسلاميين المناوئين كانت النتيجة فتح دورة حروب اهلية كامنة ومشتائلة على امتداد الجغرافية العربية واستنفاد موارد البلاد في المعارك الدموية وخسارة عقود عديدة كان من المفروض ان تكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهجير الاطر والقوى الحية المنتجة والمبدعة والمفكرة خارج البلاد وكان ثمن قطع الطريق بالقوة وبأي تكلفة كانت على اي خيار ديمقراطي تصحير الحياة السياسية وتجفيف ينابيع الوطنية وخنق القوى الحية العلمانية وغير العلمانية وتحويل الاسلاميين او جزء منهم الى غلات ومتطرفين ومتمردين واخيرا دفع البلاد الى الاستيطان المديد في الفوضى السياسية والديكتاتوريات المقيتة مما تعرفه معظم الشعوب العربية اليوم بين العنوين الواردة في رئيسية موقع الهاف فوست عربي ملك المغرب يعاقب اعضاء حكومته لا اجازة للوزراء واوامر ملكية اخرى قال الموقع ان العاهلة المغربية الملك محمد السادس عبر خلال ترأسه مجلسا وزاريا في القصر الملكي في الدار البيضاء للحكومة عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي وقال بلاغ رسمي عن الاجتماع ان الملك قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية من اجل دفعهم الى الانكباب على متابعة سير اعمال المشاريع ويشهد اقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصر عبائع السمك نهاية اكتوبر 2016 صحقا داخل شاحنة نفايات واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها انها مهمشة ما الذي سيحدث اذا ثبتت اعاقة ترامب لسير العدالة تتساءل شبكة البي بي سي في احد عنوينها الاكثر تداولا حيث نفى محامو ترامب هذه التهمة لكن يبدو ان الرئيس نفسه يؤكد بينما يلتزم المدعي الخاص روبرت مولر من جانبه الصمت بين ان كل هذه التخمينات تغفل السؤال الاكبر وهو ماذا سيحدث اذا لم يقتصر عمل مولر على مجرد النظر في اخطاء جنائية محتملة ارتكبها الرئيس بل انتهى الى اكتشافها واثباتها ويميل الذين يعتقدون ان قرار توجيه الاتهام الى الرئيس امر مستحيل الى الاشارة الى انه من غير العملي اتهام شخص ما يمتلك السلطة القانونية للعفو عن نفسه فضلا عن وجود فقرة في الدستور تشير الى ان عزل الرئيس من منصبه عبر سحب الثقة لا يمنع توجيه تهم جنائية ضده وهذا يشير كما يقولون الى ان الاباء المؤسسين للولايات المتحدة رأوا بان اي اجراءات جنائية يجب ان تتم بعد خروج الرئيس من السلطة تتابع البي بي سي كما ان اعطاء السلطة القضائية قدرة معاقبة الرئيس اثناء حكمه قد تؤثر على المبدأ الدستوري الذي يقضي بضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في الحكومة الامريكية التشريعية والتنفيذية والقضائية صحيفة الانديبندنت نشرت موضوعا عن ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي البريكزيت بعنوان ربما تشعر بالملل من البريكزيت لكن الامور الهامة لم تبدأ بعد وتقول الجريدة انه بعد عام من بدء عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي تبدو عدة امور غريبة في الافق ابرزها على الاطلاق ان البريطانيين لا يعرفون حتى الان كيف ستصبح بلادهم بعد اتمام عملية الانفصال وتوضح الجريدة في تقرير ترجمته خدمة البي بي سي ان الجميع يعلمون مواقف الاطراف المختلفة واهدافهم من البريكزيت حيث ان الحكومة تسعى الى الوصول نحو هدف محدد وشكل معين لبريطانيا بعد نهاية العملية كما يعلم الجميع ايضا ما لا يرغب فيه حزب العمال المعارض لكن ما لا يعلمه احد هو كيف سيصبح شكل البلاد فعليا وتعتبر الجريدة ان اكبر العوامل التي تساهم في تلك النتيجة هي عدم اليقين السياسي حيث ان الشك يحيط بمصير رئيسة الوزراء ماي وحكومتها او ماي وحكومتها وسط موجة من عدم الاستقرار كما ان مجلس العموم يبدو منقسما وهو الامر الذي سيؤثر على مسار المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وعن اجواء صلاة العيد في مختلف مدن العالم الاسلامي صحيفة العرب الجديد قامت بنشر مجموعة صور لهذه المناسبة تتابعونها الان في جولتنا المصورة لهذا اليوم تتابعونها اشتركوا في القناة نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة